سلام عليكم.ًا و Arsenal. أنا سلام صور كامش معي. سلام عليكم. احنا السؤال اليوم. احنا اللي عندنا السؤال اليوم. لا لا ممكن يوم تسألني. مرة من الايام خلا سأل. ولا مرة. كل يوم انا اللي بسألك. طب يسأل يا حسن. اصدقك قدام الناس يا حسن. فضل يا حسن. اصدق. يا صاد اشرف انت تعرفني حتى البرنامج التكتك. الساد اشرف بالنسبة. انا الله عارب حسن حسن. لابد ان نجدل لها. تقول يا حسن. ساعد وياي عند استاذ احمد المصري. نعم. انا مش فاكر. الله يا حسن. نعم استاذ اشرف بالنسبة اسألك سؤال بالعقيدة اللي هو ثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله 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 المؤمنين في زمن ايه يا حبيبي السؤال من هو ولي المؤمنين في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وسلم ولي كل مؤمن ومؤمنة احسن جزاكم الله عارف يعني ولي الله سبحانه تعالى عارف يعني ولي الولي نعم كل معاني الولي تنطبغ في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معاني الولي ممتاز اتطفق معاك على ذلك تفضل نعم. بس ذا ثبت ان رسول الله في القرآن الكريم هو ولي كل مؤمن من نفسه. يعني ما جاز للسحابة لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش فاهم يعني. فيحق على رسول الله. اذا كان. يعني فوضح بس الله يستحادي وضح. نعم. هي في القرآن. اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي كل مؤمن من نفسه. اولى بالمؤمنية من انفسه. فما جاز على رسول. فضل. نعم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم مهاتم نعم. هذه الولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الولاية الذي اعطاها الله رسوله الكريم محمد. عليه الصلاة والسلام. على المؤمن. نعم على المؤمنين. يعني هل يجوز لأحد ان يخالف هذه الولاية ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق له في في امرا من امور الدنيا او الدين على المؤمنين. يعني ايه لا يحق له في امر من امور الدنيا والدين. يعني انت دلوقتي جي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يزوج ابنتك الى فلاه. فقولت له يا رسول الله انا لا اقبل. نعم. هل هذا انا ارتكبت كده جرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم? لا. لم ارتكب جرم. اه. في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعني بس بس انا عرف اتعصرح فين ماشي وانا بفهم الشرح فين فانا لم ارتكب جرما في حق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانني لم افعل حراما تمام ولم احرم حلالا فاذا ليس فيه اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم فضل اذا اتى رجل وقال اذا اتاك رجل وقال رسول الله يا اشرف زوج ابنتك الى هذا رجل يعني لم تأتمن لرسول الله من الممكن ان ارى وجهة نظر مخالفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ده امر ديني امر دنيا ومش ديني امر دنيا ومش ديني لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا هذا في السيرة الصحيحة عندما نزل في يوم بدر في موقع الحرب فسأله احد الصحابة يا رسول الله اهي الحرب ام الوحي يعني انت اخترت المكان ده لانه افضل مكان للحرب ام انه الوحي من امرك بذلك فقال انها الحرب فقال يا رسول الله فنأخذ موضعا اخر تمام ولذلك هل شأن اصرى بدر مثلا يعني انت بتتكلم بتقول في هذا الشأن هذا لاي جزء تبشأن اصرى بدر عندما اشار الصحابة على النبي باخذ الاصرى هل النبي عندما اخذ الاصرى هنا اخذهم بوحي ام بدون وحي رد علي عزيزي انت دخلت في محور رد على قدر سؤال يعني هو نفس الامر امر الدنيا هل هنا النبي فعلا نعم بوحي ام بدون وحي لا هذا في عقيتك انا عندي ان الله صلى الله عليه وسلم تعالى في القرآن الكريم يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيارة من امره اذا قضى رسول الله امرا عليك اذا كنت مؤمنا فلا يحق لك الا ان تأتمر بكلام رسول الله امتاز انت بتقول هذه الاية تسير على كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل اقواله وافعله صح اش كده رسول الله كلامه حج كلامه وكلامه الله اسمع لماذا رفضت فاطمة زواج الرسول في كلامها من علي يلا تفضل رد اي سؤالك لماذا رفضت فاطمة علي عندما اخبرها النبي لا 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 عزيز هذه روايات هذه روايات لا تصح لان عندنا روايات ان علي ابن رسول الله سبحانه وتعالى زوج النور من النور علي بأدي طالب الله سبحانه وتعالى من الذي قال لم تصح يا السادة من الذي قال لم تصح ده اولا ثانية من الذي قال لم تصح زوجتني بالمهر الخسيس دي من الذي قال لم تصح تمام ان النساء قال ليش تعيرني برجل دي اداح البطن عظيم من كبين من قال انها ضعيفة تمام اتحداك ان تأتي بان فاطمة الزهراء تنكر زوجها من علي ابن ابي طالب ما عندك روايات على الشاشة على الشاشة تمام اتحداك ان تثبت رواي بان فاطمة الزهراء لا 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 كده اسمه تلع اثبت روايات دي دي لكم واصلا ما فيش رواية صحيحة فانت كده بتكذب على نفسك يا حسن انا بقى انا قبلت التحدي منك بشرط يا حسن انك انت تطلع لحديث واحد صحيح عن النبي في كتبك انا اعطيك انا اعطيك احاديث كثيرة عن اهل البي واحد عن النبي واحد عن النبي صحيح واحد عن علي صحيح واحد عن فاطمة صحيح اي حال اختروحي في الثلاثة دي تطلعي عنه حديث صحيح اتفضل في الكتب عندك السمانية للحديث انا اعطيك حاديث يا عمد اعطيني انا اعطيك حاديث كثيرة يلا يلا احنا مع بعض على الهواء دينا حديث واحد كل سند وكده امامية اثنى عشرية يلا تفضل صحيح كده يلا تفضل احسنت احسنت انا عارف ان انا احسنت شوف رعا اجيبك حديث طريقة لا سبك من الحديث المجذوب حديث السستاني عن مش عارف ايه سبك من الحديث ده ما احنا ضربناه الحديث ده من سنة ونص لو انت بتابع برنامجنا وانا كيف يروى عن الكلين في حديث يروى عنده في الكتب سلسلة الزهب ده ده حديث مجذوب لسه طلع ابن بارح احنا عايزين حديث من الكتب الكافي او الاستبصار او التهزيب او بحر الأنوار كتب الحديث حتى القرن العشر الهجري كان فين الحديث ده ايام القرن في الحد حتى القرن العشر الهجري كان موجود في كتاب اساس انت بتضحك على نفسك ولا بتحقه على ميز احسنت سعيد ربي السؤال سعيد ربي سعطيني ما جاء التكلم اول شيء انا عندما اقول ان قال الامام زين العابدين او قال الصادق او الباقر هذا كلام رسول الله انت شكري سنة سنة من الذي وضعها زين القاعدة رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم جعل لأم قاعدة وتمسك فيها اينا قاعدة يا امي اينا قاعدة ان حديث القاسم هو حديث الرسول من وضعها زين القاعدة احسنت عندما عندما قال رسول الله اني تركت فيكم ما انتمسكت بمن تظنوا كتاب الله وعطرتي والحديث حديث هذا الحديث صحيح سندا عندك على النبي هذا حديث متواطر في كتب المسلمين جميعا هل تستطيع ان تنكره هل هذا الحديث عندك صحيح في كتب الشيعة عن النبي عزيز الله سبحانه تعالى فرض الحقيقة يا سيد ازر الله فرض الحقيقة في كتب انا سؤالي اوضح من الشمس هل هذا الحديث الذي قام عليه الدين عندك صحيح نعم سندا في كتب الشيعة شئنا ام ابينا شئنا ام ابينا شئنا ام ابينا ان رسول الله ثبت لنا عقيده وقال للبي صلوات الله وحين ام ابينا السادة اشرب الشئت ام ابيت عندك روايات ان فاطمة طعمت في زواجها من علي شئت ام ابيت ان فاطمة كانت تكره حسين شئت ام ابيت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارغم ان فاطمة شئت ام ابيت هذه كتبك لابد ان تصدقها طالما صدقت حديث العطرة الذي ليس له سند عليك أن تصدق كل ما جاء في تلك الكتب لأنه أيضا ليس له سند تمام فدينك المبني على المزاجية هذا تلعب به عند نفسك وليس عند أشرف غريب طلبتني بالسند في حديث فاطمة فطلبتك بالسند في حديث قام عليه دينه عندك لم تجد تقول له هذا الحديث متواطر التواطر أيها الجهل من الشيعة هو ما رواه جمع عن جمع استحايا للتواطم على الكذب إذن لابد أن يكون معروف أخبار الرجال الرواه لهذا الحديث رجلا رجلا وناقلا ناقلا في هذا الشأن أما عند الشيعة المتواطر اللي ممكن رواه كذاب عن فاسق عن حرامي عن مجهول ابن مجهول ابن مجهول عن النبي صلى الله عليه ده يسمون كده يسمون عندهم متواطر المتواطر اللي مثلا أنا كتبت حديث في الكتابة قلت باسم الله الرحمن الرحيم تمام يعني مثلا هنا باسم الله الرحمن الرحيم عندهم متواطرة ليه لأنها ذكرت في كل سور الكرآن يا عمد هي بس مالة واحدة بس ذكرت في كل سور الكرآن ده اسم التواتر عند الشيء الاثنى عشرية يمكن حديث واحد ناقله واحد يكون احد ولكن نقله السستاني ونقله الغوي ونقله التوسي للك داربع كتب يعني هو حديث احد انه نقلته عشرين كتاب ده اسمه حديث احد لا هو ده متواتر عند الشيء الاثنى عشر ومن اخطر الامور انه ينقشك شيء جاهل زي ده في علم السنة واللي يا حب ما حسن دلوقتي بقى انت بتقول ما اذا اختار الله ورسوله امر ما كان لاحد ان يكون له الخيرة من بعد اختار النبي صلى الله عليه وسلم زنعتك في اصر بدر معرفتش ترد مع ان هذا القرآن وليس حديث ما كان لنبي ان يكون له اصر هذا القرآن وليس بحديث ثانيا بتقول اذا قضى الله ورسوله امر طب انا اسألك سؤال اسهل سمعني يا حسن او لا مش سامع عندما امر النبي علي ابن ابي طالب بقتل الربل الذي زن على رواية الشيعة طبعا بمين بمارية هل نفذ عليه الامر رضي نعم عندما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مختشف ان هذا محجوب فقال له يا رسول الله ان قطعت الحجي امام المسلمين جميعا فشاهد علي ابن ابي طالب عليه السلام واخد ان ينفذ الحكم في هذا الرجل فوجده وانه محجوب فاندما اجع الى رسول صلى الله عليه يا اخي سؤالي واضح هل علي نفذ ام كان له رأي اخر انا فاندما انت بتقول اذا قضى الله ورسوله امر ما كان هناك خيرة لاحد في التصرف انا سؤالي ابسط من الشمس انتوا قلت اللي استغفروا الله كيف الله يقد امره والرسوله امر ولا ينفذ هنا امر علي بالقتل ما قال له اش رح شوف لي الوضع ايه قال له اذهب فقتل هل علي نفذ اعتمر اعتمر علي ابن ابي طالب اعتمر علي ابن ابي طالب واخذ يدها عرهبا حول هذا الرجل واراد ان يفتنه ووزنه محجوب يا عمي انا سألتك شي ماذا قال علي انا سألتك هل علي امر بقتله ام امر بالبحث عنه مشوف رجل انا مش راجل امر بقتله امر بقتل هل كان لعلي خير هل كان للامام عندك لعلي اختيار غير الذي اراده النبي نعم ام لا نعم علي بس كده انا وردتك في الايل القرآنية اللي انت جبتها اللهم استعان على فكرة الرواية دي لوحدها تهدم العسمة في الدين الشيء الاسنى عشر وانا وضحتها في من نزلت سورة النور فاكريني الحلقة دي انا اعمل حلقة كاملة النزامات السنية اجعل عنها الامامية في من نزلت سورة النور الرواية دي لوحدها اللي بيعترف بها الشيء الاسنى عشري هدم استدلاله بالقرآنية معنى دلوقتي ازاي النبي يقول لك امره استغفر الله العظيم والزاي النبي قال واذا قضى الله ورسوله امر تمام ديته مثال في فاطمة ما عجبهوش ديته مثال في اصر بد ما عجبهوش روح تضرب دلوقتي المثال التالت في مين في سورة النور ما هو دلوقتي سبحان الله ارادوا ان يخرجوا مثلا القرآن الذي نزل في ام المنينو عائشة من سورة النور فقال لك ده نزلت في ماريا وان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي ابن ابي طالب ان يذهب علي ابن ابي طالب ان يذهب ليقتل فعل الزنا مع ماريا النبي شك في ماريا اخدوا بالكم في الدين الشيعي المعصوم يشك ثم يذهب معصوم اخر ان هو علي ليقتل ثم يجد ان الرجل محبوب يعني ليس له مال الرجال ولا للنساء تمام فوقع اذا ظلم اسف عند الشيعي من النبي للفاعل دون التبين ووقع ظلم من الامام لانه ذهب ليقتص ولكن في نفس الوقت اللي الامبي امره فيه مراحش ينفذ يعني ما اسمعش كلام النبي لا ده راح بص وشاف وقال لا 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 بصراحة يا رسول الله ولا عزب الله انت اخطقت الرجل مطلعش راجل لا تب انت لسه بتقول اذا قد الله رسوله امر يعمل حاج راح تفين الاية نسيها خلاص الشيعي لانها ورطته هو كفكر شيعي اثنى عشر ليس من اسهل طريق لالزام المخالف حروف كلامه افسد طريق على فكرة استخدموها مع المخالف كوانا لاحبة هي حروف كلامه تورطت بالشيعي